دلوقتي يا سيب حضرتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع أحمد اتفضل يا أحمد شكرا هديك الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أدانت مصر القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار بغداد الدولية وأسفر عن بعض الخسائر المادية أمس وأكدت مصر في بيان الوزارة الخارجية على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تمثل تهديدا واضحا لاستقرار العراق ومقدرات شعبه الشقيق فضلا عما تشكله من تقويد لحرية الملاحة الجوية كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج ألف وتسعمائة وواحد وتسعين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 353 ألف وأربعمائة وتسع حالات وقالت الوزارة له تم تسجيله نحو ألفين وسبع حالات جديدة ثابتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة ست وعشرين حالة جديدة مشيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ نحو أربعمائة وتسعة عشر ألف وأربعمائة وستين حالة من ضمنهم ثلاثمائة وثلاثة وخمسين ألف وأربعمائة وتسع حالات تم شفائها واثنان وعشرين ألف وخمسمائة واثنتان وعشرين حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيله 45 ألف ومائة ومائة وخمسة عشر إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ووفاة أربعمائة وسبع وثلاثين حالة وقالت توزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى أربعة ملايين وثمانيمائة وثلاثة وسبعين ألف وخمسمائة وواحد وستين حالة في حين بلغ العدد الكلي للوفايات منذ بداية الجائحة بدأ وصل إلى ثلاثمائة وخمسة ألاف ومائتين واربعين حالة وفاة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سينقل قوات أمريكية إلى دولة أوروبا إلى دول أوروبا الشرقية والدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي في المدى القريب كانت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون قد وضعت نحو ثمانيمائة وخمسة ثمانية ألاف وخمسمائة جندي أمريكي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا ووسط التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية قالت الرئيسة الروسية أن الرئيسة الروسية بلاديميرا بوتين أعطى توجهات بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة العقيدة الجديدة للسياسات الخارجية الروسية وأوضح المتحدث باسم الرئيسة الروسية ديمتري بسكوب أن توجهات بوتين جاءت بعد مناقشة الوثيقة في مجلس الأمن القومي الروسية مشيرا إلى أن وثيقة المشروع لم يتم تبنيها بعد لاعتمادها كان الرئيس الروسي قد أشار في اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من عقيدة السياسة الخارجية التي تأخذ بعين الاعتبار أحدث التغييرات في السياسة الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية حذرت مفاوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من تصاعد العنف في اليمن وقال المتحدث باسم المفاوضية أن الأمم المتحدة سجلت في عام 2021 تنفيذ قوات الحوثي نحو 340 هجوما صاروخيا فضلا عن إطلاق مسيرات على أراضي المملكة العربية السعودية ولفت المتحدث إلى ورود تقرير تفيد بوقوع أعمال عنف في مدينة مأرب كما طالب المتحدث الأممي طلب قوات الحوثي بالإفراج عن اثنين من موظف الأمم المتحدة المحتجزين انتهى موجذ السامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل